أكد المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية موقف مصر الداعم للعراق الشقيق والتمسك بوحدته جاء ذلك خلال اجتماعه مع الرئيس العراقي فؤاد معصوم في بغداد ومن جانبه أعرب الرئيس العراقي عن سعادته وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل خاص والدور الذي يقوم به في تحقيق الاستقرار في مصر والمنطقة كما أعرب عن تقديره لهذه الزيارة مشيرا إلى تطلائه لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين ومشددا على حرص العراق على أن تكون للشركات المصرية الأولوية في مشروعات عادة أعمار وتنمية العراق